وعليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اليوم من ربوعك العادة ودي أتكلم اليوم عن موضوع مهم وحساس وأرجو أن يفهمها الشباب يا شباب تصدق أنك من يوم وانت بيضع ربوك أنك قاعد تسبب له مشاكل وبهذلة أمك تحبل بك وتتعب وتتبهذل وتشوف الموت خمسين ألف مرة وتحملك وحنا على وحنا وتضعك وتفصلك وترضعها وتمص دمها وتمص دسمها وتمص الكاليسم وتمص البوتاشم وتسبب لها امراض وتسبب لها النقر الأسنان وتسبب لها شاشة عظام وتسبب لها سكر وتسبب لها وسؤاس وتسبب لها مية مصيبة هذا أنت أول ما ولدت وبعدين تكبر وهي تسهر الليل وما تنام وأبوك يخسر ألفين ريال شهريا عشان يشتري لك الله يعزكم الحفائض واشتري لك الحليب واشتري لك الملابس كل شهر ويغير لك ملابس وهذا الحديان وهذا العلاجات وهذا الحليب وهذا العسل وهذا المدريء وهذا الطلعة وهذا المستشفيات وهذا السهر في الليل وهذا البهذلة هو اما تكبر وتكبر مشاكل وتكبر قضاياك ودخلك مدرسة تخيلوا رحلة مكوكية عشان وديك يجيبك المدرسة يوميا وديك الصباح ويجيبك الظهر إذا درسنا 200 يوم في السنة يعني وديك 400 مرة 400 مرة في 10 سنوات بـ 4000 مرة في 20 سنة 8000 رحلة مكوكية عشان وديك يجيبك مدرسك تخيلتم معي هم أكبر اللي حاطين أحلامنا فيه ما دري إيش فيه ما فيه إلا هو يدخن إلا هو مع حقين مخدرات إلا هو صايع إلا هو ضايع كل هذا التعب تخيل إن سكنك معه لو نسكن برة غرفة إيجارها ألف ريال كهرب خمسمية أكل وشرب ألف لو أنت تكلف ثلاث ألاف شهري لو أنت ثلاث ألاف في عشرين سنة السنة في عشر شهر تجو اللي بتكلف تحدود المليون عشان يطلع كامرة في عشرين سنة تخيلتم معي الفكرة لو أنت ساكن لحالي إلا أبوك خسر على هذا مليون وهذا مليون هذا مليون وهذا مليون إذا عنده عشر أولاد خسر عشر مليون غير أنه خسر جهد وعقل ومجبهة ومخ ومشاكل وشرطة وبهذلة شي لا يصدقه عقل هذا الأولاد ويكبر ويجيه السكر وضعطه كل السرول والجرضات بسببك لك ما توظفته لشيء وفي الأخير يجي الولد عاق شوفوا بالله هذا الذنب العظيم بعد هذه الخسارات الفادحة أبوك يأمن ترجعه له يوما تروا علم الاقتصاد والمال يقول الولد وخصم قاعد يسحب عليه كاموال والزوجة خصم والبيت خصم لكن هذه الخصوم حين عند الله نحتسبها أنا ربيها تسابها لله إنه يطلع واحد صالح ينفع المجتمع هذا الخصم قد يجي إذا كبرت ينبعني يوديني مستشفى يطلعني محل يفتح بيتي يضيف ضيوفي ولذلك أنت الحين تاخذ المليون سلف وترجعها لأبوك إذا كده كبير فإنت الفكرة والآلية يجب عليك وجوبا الآن تقدر أبوك تسلم في جزمة في محل ما يمشي لأنه خسر كل هذا الخسر عليك عشان يطلعك هذا الإنسان السوي وعود بالله من بعض الناس العقين يعق أمه يعقبه ليس بكلمة لا بس إنه يروح عنهم إنه ما يزورهم إنه ما يفعل حرمة تتحكم فيه إنه ما يدري إيش إنه سبحان الله العظيم هذا اللي خسر عليك كل هذا خسرات من عقله وجهده وجسده في الأخير تعمل بهذا العمل يجب أن ترجعها ولرب يحسبك حسابا أسير أيوم القيامة هذه عظمة الإسلام البر بالوالدين فرصة يا شباب أمه وأبوك بابا من بابي الجنة